انخفاض كبير في اعداد الزائرين الايرانيين تشهده محافظة كربلاء هذه الايام اكثر من مليون زائر شهريا كانوا يدخلون المدينة اما الان فبضع الالاف لا اكثر ففي شهر محرم الجاري سجل الزوار العرب العدد الاكبر يليهم الاجانب من شرق اسيا مسؤولون محليون اكدوا ان العقوبات المفروضة على ايران انعكست بشكل كبير على قدرتهم على السفر للعراق مشيرين الى وجود جنسيات عديدة ترغبوا بزيارة العتبات الدينية فيما تحول التسهيلات دون ذلك الدول الاسلامية اللي قدمت ان عمل مذكرة تفاهم معهم كثير من الدول منها الهند باكستان افغانستان اذربيجان تركيا لكن اسفني بعدم الاستجابة وزارة الخارجية لدواعي امنية او لدواعي غير مبررة مما ادى الى عدم توقيعنا هكذا من مذكرات العديد من اصحاب الفنادق السياحية اكدوا ان تراجع اقبال الايرانيين على زيارة العتبات الدينية لا يشكل فرقا كبيرا على عملهم ففي المناسبات المليونية السابقة سكن الايرانيون الجوامع والحسينيات والمنازل القريبة من العتبات والقليل منهم سكن في فنادق اعتيادية وبأسعار زهيدة الايراني اذا جاءوا يسكنهم دائما بالحسينيات او بالشوارع برا يسولهم مخيمات صغيرة فما تأثر الا نسبة بسيطة على الفنادق في المقابل اصحاب محال الاقمشة والهدايا والمفروشات وغيرها اكدوا ان قلة عدد الايرانيين انعكس بشكل سلبي على حركة التسوق رغم الربح البسيط الذي يكسبونه من بيع بضاعتهم على الزائر الايراني الذي بات يشكو من انخفاض قدرته الشرائية بعد انهيار عملة بلده امام الدولار فيما توجهت الانظار في الفترة الحالية على الزوار من دول الخليج والهند وباكستان انهيار والعملة الايرانية اثر على قدرتنا في السفر الى العراق وايضا في قدرتنا على التسوق وهذا الوضع ليس جيد ويجب ان يكون حلا لذلك اليوم دخول الايراني ماكو بالسوق ووضعية السوق كل الشيء يعني تعبت خصوصا الايرانيين ابدا ما دخلوا يعني بهاي اليوم يتلافه ويؤكد مسؤولون محليون ان العديد من الجنسيات يرغبون بزيارة العتبات الدينية في العراق غير ان قلة التسهيلات وارتفاع بدل تأشيرة الدخول حالة دون ذلك من كربلاء ميثم الجناحي الحرة